ماذا يحدث في نادي الزمالك بعد الخروج الافريقي وحبس مرتضى منصور بصراحة كنت مفروض اتكلم فيه من شهر كنت مفروض اتكلم فيه لان لو كنت اتكلم فيه لان لو كنت اتكلمته في الوقت ده كنت هتقوله ده بلده مجنون ده جاي يسير الجدل وخلاص ده بفرق على كلام مالوش اي اساس من الصح الحقيقة كابتن حسين لبيب من اقل من شهر كان اصدر بيان ضد مجلس دارة او اصدر بية او هم حتى نادي الزمالك ودد مجلس منصور كان فحوى البيان او النقطة المهمة جدا انا كنت احكلم فيها ساعتها ان قريبا انادس سيستعيد له ابنائه وانه في معناه ان احنا ان مجلس منصور اي اجنا اي اجنا واجنا يمشي هل البيان ده كتب كده يعني هو كتب بناءا على مثلا تخيولات او توقات لا البيان ده كتب بناع عن معلومة معلومة جات له او ما نصح حد مسؤول مهم في الدولة وقال له ان احتمال ان ان مرتضى منصور مش هيبقى موجود في النادي طبعا مش هيبقى حل لمجلس ادارة لان لو حاجة لمجلس ادارة هيطعن وهيرجع تاني وا 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 واللاحة بتاع نادي الزمالك الحالة الوحيدة لخروج رئيس النادي في صفحة 23 او 24 تاريبا على ما تذكر اللي احب تقول ان الزمالك الحالة الوحيدة اللي خروج فيها عضو او رئيس النادي او نائب الرئيس من مجلس الادارة بلا عودة ان هو يكون فيه قضية مخلب الشرف او اه قضية مخلب الشرف او الوفاة او الحبس يعني مهمة يعني تكون قضية اه لا قضية سياسية ما ممكن يرجع يطعن فيها ويرجع للنادي بس انا ما قضية مخلب الشرف زي اللي يتحبس فيها مكتظم منصور فاعتقد ان ان خلاص الموضوع يعني مش اعتقد هو الموضوع خلاص انتحيا في نفس الوقت المسؤول المهم ده كلم في حسين لبيب كلم اثنين تانين كلم عمر جنيني استاذ عمر جنيني مرضى عشان نحفظ الالقاب واللي هو احمد سلمان المعلومة دي كانت عندي بس حتى اللي انا مكتأكد بس من خلال الاحداث ومن خلال اللي حصل انا نسبة كبيرة بأكد انا حاس ان المعلومة دي صح طيب انا لو كنت اتكلمت في المعلومة دي من شهر حسين لبيب كنت طبعا الولي عم مسكتنا انت مش عارف ايه اللي انت بتقوله انت بجاي تهدي الاستقرار وانت جاي تعمل وما كنتش اخلص من انصار مرتضى منصور بس وجرت الامور كما خطت لها على رأي الاستاذ ما علينا من اسمه المهم هل بقى انت توقعوا ان موضوع ان هو يصدر القرار وحبس مرتضى منصور النهاردة هل ده كان صدفة؟ هل مثلا ما كانش يقدروا يشلوه قبل كده او بعد كده او بعد كده كانت ممكن تتحاسب قبل كده او بعد كده او ممكن تتأجل تاني بخصوان الزمالة كان عنده ماتش النهاردة مهم وطبعا اداء اسوأ ما يكون اداء كارثي لعيبة صفر صفر مرجابر عمر السيسي هو غلطة كابتن فريرة لا فريرة خلاص ما ينفعش يكمل تاني لازم يمشي وده الصراحة وده الحقيقة المهمة اللي لازم نتكلم فيها ان فريرة خلاص مش هينفع يكمل لان اللعبة لازم يتنفذ اوامره خلاص هو الكسر قدام اللعيبة ما عادش ينفع فريرة يكمل قلنا خمسين الف مرة ما ينفعش اثنين ستة لعب وجاموا بعض ما ينفعش دونجا وعمر سيسي لعب وجاموا بعض حرام انت بتظلم الاثنين اللعيبة بيقفوا خبطوا في بعض وفي الاخر خط المص يتخد مننا ما لان اصراره رو عمر جابر كرة جات له ونحن نقوم بيقفوا في العب ما فيه العبه ما عندهاش اداء ما عندهاش حاجة تقدمها في نادي الزمالك فعليهم كده ولازم يتسرح تمام نقوم بقى النقطة التانية وده المهمة ما هيحصل فترة الجاية في نادي الزمالك طيب ايه بقى اللي هيحصل فترة الجاية حاجة من الاثنين اما مجلس الادارة ده او متبق من مجلس الادارة هيكمل وده استحالة وانا بقول لكم انهم مفيش حد فيهم هيكمل كل الناس الموجودة دي موجودة دلوقتي هتقدم استقالتها وهيتم تعيين لجنة الحين انتخابات قادمة مين المرشح للانتخابات ومين الهنز الانتخابات الاستاذ عمر الجنيني او الاستاذ احمد سليمان او الكابتن حسين لبيب طيب التلاتة دول لو حد فيهم هيجيك طبع اللجنة ويبقى خلص موضوع الانتخابات مش هيخش انتخابات فاللجنة اللي هتيجي وهتمسك لا يوجد حد فيهم هيترشح انتخابات فيقول ريدي كده احنا عرفنا لو حد من التلاتة دول مسك لجنة هو مش هينزل الانتخابات نتمنى ان الاوضاع في نادي الزمالك لا يوجد لها ملامح ولكن نتمنى الاستقرار في نادي الزمالك واللعيبة تشيرت او ان تلاعب بها لا يفعل الاداء او ان تحصل في المجموعات في اجب الهاتف 3 مصرات ونجب سيحصل الى جون